بسم الله الرحمن الرحيم لا زال الكلام في بعض أحكام المهر قد يختلف الزوجان في مسألة المهر مرة يختلفان في الكم هي تقول المهر خمسة آلاف هو يقول ثلاثة مثلا الأصل مع الرجل الأصل عدم الزيادة يعني كلاهما متفقان على الثلاثة هي تدعي ألفين آخرين فهي مدعية بالنسبة للألفين الثلاثة آلاف اثنين هم متفقين عليها يعني الأقل ملعي ولا لأنه الرجل لا الأقل ملعي لأنه الرجل الأقل ثلاثة آلاف هم واثنين هم متفقين أنه أكو ثلاثة آلاف هي تدعي أنه أيضا يوجد ألفان آخران القاعدة القاعدة البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه نقولها جيب شهود إذا أمكنها أن تقيم شهودا فبها ما أمكنها تتوجه اليمين إلى الرجل تقولها احلف فإذا حلف خلص انتهى الأمر لو رد اليمين عليها يجوز لي يرد يقولها أنا ما أحلف أنت حلفي وحلفت يثبت لها نكلت ليس لها شيء هذه قواعد عامة في الإدعاء والإنكار القاعدة الأولى البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه اثنين إذا المدعي ما استطاع إقامة البينة قلنا المدعى عليه يحلف إذا فرضنا ما رضى يحلف نكل يصير عليه الحكم ويحق له أن يرجع اليمين إلى المدعي يقول له أنت احلف إذا المدعي رضي بأن يحلف مشت قضيته إذا نكل يحكم عليه هذه قواعد عامة هذا فرض الاختلاف في الأقل والأكثر الفرض الثاني الاختلاف في التسليم وعدم التسليم الرقم التفقين عليه يقول له أعطيتك يقول له ما أعطيتني من المدعي هنا هو هو قعد يدعي أنه أعطى عليه أن يثبت كل هذه أيضا قاعدة كلية كل شخص ثبت عليه حق دين ودعى إرجاعه عليه أن يثبت حتى في الوديعة في الأمانة يعني لو جاء شخص يشتكي على آخر يقول هذا أنا حطيت عنده ألف دينار ما قاعد يرجع لي إياها الحاكم الشرعي سأل لهذا قال له فعلا حط عندك ألف دينار قال إيه حط عندي بس أنا رجعت له يقول له أثبت ما دمت قد أقررت بأنك استلمت أثبت أنك أرجعت هذا الدعاء هنا أيضا الرجل أكيد صار عليه مهر بالعقد هو يدعي أنه سلم هي المرة تنكر يجب يلزمه أن يثبت هو مدعي صار عكس الفرض السابق فإن أمكنه الإثبات جيد ما أمكنه هي تنكر التسلم توجه إليها الحلف تتوجه إليها اليمين فإذا حلفت تطالبه بالدفع شهود عجول نعم الحين الدعاء ثالث الرجل يقول المرة تنازلت فعلا لها مهر لكن هي تنازلت عن مهرها هذا أيضا الدعاء خليه يثبت يوم اللي قلت لا أريد أتنازل يقولها صبري يروح يجيب لشم نفر طيبين يقولهم سمعوا قاعدة تقول اتنازلت أو يجيب ورقة وقلم ويقولها يلا بصمي وتوقع له حتى يقدر يتخذها مستند أو لا من أول يحضر نفسه أنه ممكن تروح منه تسجيل صوتي إذا ثبت أنه فعلا صوتها إذا ما محتمل فيه التدليس مثلا عموما يحتاج لإثبات الحين هو يدعي أنها أسقطت حقها خلي تثبت خلي يثبت أنها أسقطت يقول أنا ما أسقطت هذا يدعي فالبينة عليه هو لا عليها إذا أسقطت المرأة حقها المهر الذي هو دين في ذمة الرجل يمكنها أن تعود بعد هذا وتطالب لا هذا ليس فقط مختصا بالمهر كل دين كل دين في الذمة إذا أسقطه الطرف الآخر بمجرد أن يقول أبرأت هذا الشخص من الدين برئت ذمته بعد ما لحق يبطل كثيرا ما الناس تصير بينهم صداقات وهذا يطلب ذاك فلوس يقرض وغالبا بالمناسبة فهذا مسألة أخلاقية لطيفة عندنا رواية يمكن عن أمير المؤمنين صلى الله عليه أحبب حبيبك هون ما عسى أن يكون بغيظك يوما ما وأبغض بغيظك هون ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما من تحب لك واحد لتحب زايد لتبالغ لتبالغ وتصعد للسماوات العلا يمكن يوم من الأيام تخرب ويا الحين أنت تشنيد ذاك اليوم صعد للسماوات الحين تريد تنزل القحر الأراضين متتلائم يعني يحط لك شوية هامش هامش تقدر تتكلم ومن تكره هم خلي مجال من تصير بينكم مشكلة حط لك فرد منفذ ممكن تتغير الأمور يعني لا تسد الباب نهائيا المهم فهذه تصير ديون وكذا بين الناس طلبات واحد يطلب الثاني ثم بعدين لأنه يحب وصديقة وما أدري كذا يقول لها تنازلت خلص عقوب شم يوم تصير بينهم مشكلة يقول لها بطلت أريد حقي أنت من تنازلت انتهى الأمر خلص بمجرد التنازل ذهب حقك ولا يمكنك الرجوع عموما هذه بعض موارد النزاعات التي تصير في قضية المهر مثلا من موارد النزاع لو صار النزاع في الدخول وعدم الدخول طلقها الحين هو عاقدها وطلقها هو يقول أنا ما رح يتيمها ما دخلت وبالتالي خلي ترجعلي نصف المهر هي تقول لا دخل ما لشي المدعي منه المدعي هي هي تدعي الدخول هو ينكر هنا شوية تفصيل يوجد مرة كان الظاهر معها يعني كلامها ينطبق مع الظواهر مثلا ستة شهر كان عاقدها ورايحين رادين كذا وسافروا لهم سفرتين ثلاثة وعقب هذه المدة عقب ستة شهر طلقها يقول أنا ما دخلت بيها هذا خلاف الظاهر خلاف الظاهر أنه ستة أشهر سبعة أشهر رايحين رادين ليلة نهارة سرا جهارة أو يقول ما صار دخول هنا الأصل معها هو قعد يدعي نقول تعال اثبت أنه ما صار دخول أنت قعد تقول كلام هو خلاف الظاهر هو يدعي هي تنكر يكون هو يجيب شهود ما قدر يجيب شهود خلص ما تمشي قضيته قد يكون لا القضية ليست كذلك عقدها وعقب يومين ثلاثة صارت مشكلة طلقها هي تقول صار دخول خلص بعد ما لحق يرجع بشيء من المهر هو ينكر يقول لا أنا ما رح اتيمها وما كان وضع ظاهري يدل على أن الحق معها الآن هو صار مدعي مدعي أنه هي صارت مدعية بالدخول اللي تريد تأخذ المهر كله هو منكر فهي عليها أن تثبت أنه صار دخول حتى تأخذ المهر كله وإلا فالأصل معه هو يقول ما صار دخول يسترجع نصف المهر نعم كل شنو الخلوة لا أثر لها عندنا مجرد الخلوة لا أثر له الدخول هناك رأي لبعض المذاهب الإسلامية أن الخلوة تعتبر في حكم الدخول إحنا الروايات اللي عندنا والآيات الكريمة كلها تتحدث عن المس وانطلقتموهن من قبل أن تمسوهن كذا القضية ترتبط بالمقاربة وإلا مجرد الخلوة فلا أثر له في أنه يكون الظاهر معها تختلف حسب حسب الوضع كثرة التردد مثلا قد مو كثرة التردد لكن مثلا سافروا مع بعض أسبوع بقوا بروحهم فترة مثلا شيء اللي يكون الظاهر أنه وصل إليها زين بعد هناك أحكام كثيرة ترتبط بالمهر المقدار يكفي شوية كلام حول الشروط في عقد الزواج الشروط اللي توضع في العاقد لا تختلف عن أي شروط في العقود الأخرى في البيع في الإجارة المسلمون الرواية تقول رواية معتبرة المسلمون عند شروطهم أكثر نسخها فيها المسلمون وبعض النسخ المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا خالف كتاب الله أو خالف الكتاب والسنة بعض الروايات إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا بشكل عام كل شرط نافذ في كل عقد إلا إذا كان مخالف للقرآن مخالف للسنة القطعية يعني الحين لو واحد باع لشيء واشترط فالشرط محرم قال له أبيعك هذه السيارة بشرط تقعد تستغيب لي فد نفرين أنا ضايج هالليلة قريب تستغيب لي نفرين ثلاثة حتى شوية أستانس بعض الناس هذه غالبا هي الغيبة شنو فايدتها ش يستفيد منها هذا المستغيب مجرد يريد يضحك شوية يريد يقعد يسولف ويضحك يروح أعماله تروح يتحمل وزير والله شنو شوية يضحك سولفوله عن فلان فلان هالشكل طولة عرضة فعلة كذا مالحقش هذا المهم هالشكل شرط ماشي لا مو ماشي لأنه خالف القرآن خالف السنة مثلا أو يبيع له بيته بشرط يجيب له شوية خمر يقول له الخمر الأيام ما جاي نحصله هذا البيت يبيع الكيات يجيب لي كم صندوق خمر هذا الشرط صحيح لا باطل كل شرط خالف القرآن خالف السنة يعتبر باطلة أو الشرط الذي يخالف مقتضى العقد مقتضى العقد شنه يعني مقتضى العقد كل عقد له معنى له معنى الشرط اللي يتقابل ضد معنى العقد هذا باطل أصلا مو بس باطل مبطل العقد كله يبطل مثلا الحين عقد البيع البيع شنه البيع نوع من فك الملكية لعين تابعة لشخص وربطها بشخص آخر مقابل ملكية أخرى يقول بعتك هذا الكتاب بدينار هذا الكتاب كان ملكي فككت ملكيته عني اربطتها بي بدينار هذا الدينار كان ملكه فك ملكيته ربطها به هذا البيع مثلا إذا أقل لأنا أبيعك هذا الكتاب بدينار بشرط أن لا يصير ملكا لك وهذا شلون بيع هو البيع معناه أنه لهذا الشيء اللي يبيع ينتقل للملكية ذاك يقول لأبيعك هذا الشيء بشرط أن ما يصير ملكك هذا منافي لمقتضى العقد أصلا البيع باطل يقول لهذه سيارتي أبيعلك إياها ما يخالف بس بشرط لا تصير ملكك ما له معنى هذا ما باع في الحقيقة أو مثلا في الزواج النكاح شنو النكاح فرد علقة 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 تقوم بين شخصين رجل ومرأة لو فرضنا صارت العلقة هالشكل قلت لزوجتك نفسي بشرط ألا تقوم علقة بيننا بشرط ألا أكون زوجة لك ما زوجة إذن أو هو قالها قبلت بشرط ألا أكون لك زوجة هذا منافي لمقتضى العقد منافي لمقتضى العقد ها الحين هناك أمور أخر مو منافية لمقتضى العقد وإنما هي من آثار العقد هذه شوية فيها تفصيل خلوها إن شاء الله في الليلة المقبلة وصلوا اشتركوا في القناة